وفي الشأن الأمني بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج فور وصوله إلى أربيل خطوات تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع وزير داخلية كردستان ريبر أحمد وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضرته ممثلة بعثة يونامي في العراق جينيم بلاسخارت ناقش أهم القضايا التي من شأنها الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على نزع سلاح المعارضة الإيرانية وإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها عند المناطق الحدودية بين البلدين وكذلك نقلهم إلى معسكرات حددتها الحكومة الاتحادية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني اشتركوا في القناة